اشتركوا في القناة بهدف تجديد وتطوير العمل بالمركز ليتحول إلى مركز شامل للأبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال وبما يرتقي بمستويات تنافسية للمرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الاقتصادية جاء ذلك خلال فعالية توقيع الاتفاقية بين بنك البحرين للتنمية وشركة داما لإدارة العقرات في مقر ريادات وأعربت الأنصار عن تطلع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة حافظها الله لتحقيق طموحات الاتفاقية الجديدة في إطار المسؤولية المشتركة لكافة الشركاء وبالاستناد إلى نتائج التقييم المستمر لنتائج المبادرات المنفدة ومؤشرات قياس الأداء وذلك لإثراء قصص النجاح في مجال المشاريع الناشئة المستفيدة من المركز ولفتح قنوات جديدة بين المركز وقطاع ريادة الأعمال للاستفادة من خدماته التي ستركز في المرحلة المقبلة على تحديات وتطلعات ما بعد الجائحة للإسهام في الجهود الوطنية للتعافي من أثار الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني ولفتت الأنصار إلى أن مركز ريادات كحاضنة اقتصادية تخصص خدماتها الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال في البحرين وبعد مرور حوالي ثمانية أعوام منذ تشغيله قد نجح في تخريج خمسة وسبعين بالمئة من المشاريع المحتضنة منوهة في هذا الإطار بجهود الشركاء في تقديم العديد من التسهيلات والإعفاءات للمتضررات من تداعيات الجائحة سواء بتأجيل وإعادة جدولة رسوم الإيجار أو عبر تخفيض أو الإعفاء من رسوم الإيجار والعمل على استمرار هذه الخدمات والتسهيلات أمام أصحاب الأعمال التجارية بحسب ما تحتمه الظروف الراهنة من جانبها كده رئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سنجيف بول حرص البحرين على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة بما يسمو في تعزيز مسيرة نجاح مركز ريادات وتجاوز التحديات مشيرا إلى أن البنك يعمل في إطار توجيهات المجلس على تفعيل دور المركز في المساهمة بنجاح المرأة البحرينية اقتصاديا فيما عرب سيد وليد عادل علي المدير العام لشركة إدامة لإدارة العقارات عن شكره للدعم والرعاية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة لمركز الريادات معكدا أن الشراكة ستعمل على تسخير خبراتها وطاقاتها من أجل النهوض بعمل المركز وتحقيق الغايات المنشودة اليوم شهدنا بدء مرحلة جديدة للتعاون في عملية تطوير مركز الريادات التي تم افتتاحها قبل حوالي سبع سنوات بالشراكة ما بين المجلس الأعلى للمرأة وبنج البحرين للتنمية وانضم لنا اليوم شريك جديد وهي شركة إدامة التي ستكون مسؤولة عن عملية إدارة وتطوير المركز خصوصا إذا خذنا في الاعتبار دخول مملكة البحرين في مرحلة جديدة من التعافي ما بعد الجائحة والحاجة إلى وضع تصورات وتوجهات جديدة تتناسب مع طموحات المرأة البحرينية وتنمية مشاركتها في الشأن الاقتصادي من دواعي سرورنا اليوم كشركة إدامة لإدارة العقارات أن نوقع عقد إدارة مجمع الريادات فمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء في إعادة أحياء المجمع وتوفيرها كعنصر أساسي لأهالي منطقة عالي وكل حاضنات الأعمال ورائدات الأعمال في البحرين لقد وقعنا اتفاقية اليوم لتحويل إدارة هذا المجمع المتميز إلى شركة إدامة وهذه خطوة سوف تدعم ريادات بشكل أكبر لتوفير الدعم إلى رائدات الأعمال في البحرين كما أريد أن أوجه الشكر إلى المجلس الأعلى للمرأة لدورهم الرئيسي في دعم وتطوير المرأة في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر